عيون تاخدك من الوهلة الأولى تكون هي كيباترا الشيم أو تكون هي أسمهان الدراما العربية أو تكون الفنانة السورية البنت السورية سلاف فواخرجي سلاف اتربت في بيت الوالد نقد والأم كاتبة تخيل أنت ممكن يقدمه طفلة الأول عاملة وبعدين تبقى فتاة ومبدعة وتقدم ده يعني الكلمة هي اللي كانت مهمة في بيت سلاف فواخرجي مساء الخير مساء الخير مادام شهاركي منورانا شكرا شكرا جزيلا كتير سعيدة أني عم قابل حضرتك بحبك من زمان أنا كمان والله سعيدة أني أنا اليوم بهذا المبنى اللي عزيز على قلبي كتير كتير أول ما دخلت اتفائلت ما سبيرو إلو بقلبي كتير تفاصيل وكتير الذكريات جميلة وسعيدة أني معكن جدا اليوم أكيد بصي كل فريق العمل المخرجين وكل الناس بيبعتولك كل التحيات وأنا كمان وأنا كمان سلاف يعني تربيتي في بيت يعني الوالد ناقد وماما كاتبة فالبيت ده يطلع يطلع موهوبة الحمد لله هو بس تعقيب صغير أنه يمكن أوقات عنات بيكون في بعض الأخبار الغلط بويكيبيتيا كاتبين بابا ناقد بابا ليس ناقد أبدا خالص أبدا بابا إنسان حقوقي اشتغل بالسياسة علامة في التاريخ وبعيد تمام البعد بس كمان الكلمة والتاريخ إذن برضو كلمة هي جزء من حياته جدا هو كتير يعني مهتم بالتاريخ مهتم بالأدب العربي جدا جدا ماما كاتبة فالكلمة بالبيت أساسية جدا الكلمة الأدب الثقافة السياسة التاريخ كل شيء فالحمد لله نشأت ببيت على كل الأصعي ده فيه شيء مهم وحتى على الصعيد الفني مثلا كان دائما أصدقاء أهلي فنانين كتاب واوا واوا صحيح كنت بعيدة ما كان حدا مكتشف أنه أنا بحب الفن بس أهلي بابا وماما الله يرحمون بيعرفوا هذا التعلق يعني أنا عمري 3-4 سنين جابوا لي أفلام نعيم عاكف كان عندي غرام فيها جدا نعيم عاكف نعيم عاكف شفت أفلام الأبيض والأسود كلها ووقتها كنا حتى ساكنين باللادقية فقبل الساتيلايت واوا واوا كانت القنوات المصرية تجي لعننا على اللادقية عبر البحر المتوسط لهيك أنا شايفة كتير أفلام كتير مسلسلات وكأنك في مصر يعني أنت تتبع الإرسال التليف زيوني دائما دائما لهيك تعلقت كتير بهذا الشيء اكتشفوا أهلي عندي هذا الموضوع وبلش يتنمى بس دائما أكيد أنه الدراسة أهم الدراسة أهم إيه اللي كان بيعجبك في نعيمة عكف؟ خفة دمة موهوبة جدا بتمثل بتغني بترقص طبيعية عفوية بحبة كتير كنت كتير كتير مشوية وجودك هنا في مهرجان القاهرة السينمائي وأيضا دعوة من رئيس المهرجان فنان كبير حسين فاهمي وحتى أنت بلوطفة حطيتي صورة لكم على إستجرام ودي كانت حاجة لطيفة كلميني عن انطباعك عن المهرجان هذا العام دائما مهرجان القاهرة هو بكل الأحوال معروف أنه من أهم المهرجانات على صعيد المستوى بشرق الأوسط بإفريقيا بالعالم كله فأنا كتير كنت حريصة من أول ما وصلتني دعوة من الأستاذ حسين فاهمي والأستاذ أمير رمسيس أن يكون موجودة كضيفة سعادت جدا والأستاذ حسين فاهمي وجوده يعني عامل طابع أميري على هذا المكان فحبيت التنظيم حبيت اختيار الأفلام كنت لابسة تبقى للدريس كود بتاع حسين فاهمي كنت لابسة شي بشبهني أكتر وأكيد أنا بالتزم بالقوانين دائما أنا حدا منظم جدا إيه رأيك في الموضوع دا يعني لأنه في جدل كتير أو اهتمام الفنان طبعا حسين فاهمي عايز أن الناس تكون شكلها من اللائق ودريس كود للفنانة العربية بشكل عام نحن جاينا قدم فن بشكل راقي فإيه رأيك في فكرة أنه إسراره على دريس كود والناس تلتزم بحديث حبيت كتير هذا التفصيل وحسيت أنه عام رجعنا لأيام الزمن الجميل لكل مقام مقال بتحسي أنه فعلا لازم يكون كيف من زمان لما الناس تروح على السينما تلبس أجمل ما يمكن فبالعكس كان فيه خيار جميل أنه ناس تطلع أنيقة تطلع الجميلة القصة مو قصة عرض أزياء لا وبنفس الوقت بالعكس أنا حسيت هاي السينما فيه أناقة رائعة جدا وفيه التزام جميل جدا فأنا حبيتها طيب تعالي نروح مع بعض للسينما وأنا عارفة أن أنت موهوبة ومغمرة تحب يتغمر جدا جدا كلميني عن الفيلم المصري اللي أنت لست تقولي أنا جاية ومبسوطة منه كنت مشوية عم بحضر فيلم 19 بي فيلم مصري جميل جدا لغة سينمائية عالية بعيدا عن كل أفلام اللي هلأ درجة يعني أفلام العنف أفلام المشاكل والحياة الصعبة يعني فيه شيء آخر فيه شيء يشبهنا أكثر إنساني جدا وممكن يكون هذا الفيلم ما كتير مناسب للحالة للموضة يعني إذا صح التعبير فيلم إنساني فيلم كله مشاعر فيه فلسفة عميقة بيوحي بأول لحظة أنه هو فيلم بسيط جدا بس هو إنساني كتير شاعري جدا وبتوقع نحن حاليا بأمس الحاجة لحتى نقدم مشاعر ونرجع للإنسانية التي نحن بتنقصنا في عز الأزمات الاقتصادية الناس تميل إلى الحاجات الإنسانية يعني هذا اللي حدث حصل تقريبا مع فيلم لوف ستوري صحيح القديم صحيح في عز الأزمات قرروا في السينما الأمريكية عملوا فيلم يعني يلعب على المشاعر على المشاعر ونحن بحاجة لهذا الشيء ضمن هالمعمع الكبيرة وتعب الحياة بحاجة لهالمشاعر ترجعنا شوي للحاد الإنسانية تبعنا أكيد عايزة روح للفيلم السوري اللي علقوا عليه يعني أكثر من ناقد الحقيقة السبحتين أو سويمرز واللي مفروض إنه فنانة كيندعلوش أم للبنتين اللي بيسبحوا والقصة الحقيقة إنسانية جدا وهي قصة برضو بتبين ما حدث في سوريا وما يحدث من اتنين بيعوموا سبحتين وبعين بيحصل الضرب وبيضطروا إن هم يمشوا وبيحصل طبعا أشياء كتيرة ويهجروا ويصبحوا لاجئين فكلميني عن الفكرة دي بتاعت الفيلم يعني أولا حتى بالحقيقة قبل الفيلم نحن فخورين كتير بالسبحتين وفخورين جدا بكل إنسان سوري نجح والحمد لله قدرنا كشعب سوري رغم كل الصعوبات ورغم الشتات سواء نحن بداخل سوريا أو الناس اللي سافرت الحمد لله أثبتنا نجاح كبير وخصوصا بمصر أو أو خليني يقولك خصوصا هلأ مش بكنا عم نحكي إنه البيئة الحاضنة مصر حضنت السوريين جدا جدا فهي يعني فرصة لحتى أقول لشعب المصري شكرا من القلب نحن شعب واحد بس فعلا بالأزمات كنتوا أكتر ناس احتضنوا وبكفي إنه السوري بمصر ما كان اسمه لاجئ فهذا الشي فعلا شعب مصر يشكر عليه السباحات ده يطمنك الإحساس ده لما بتيجي مصر بتحسي خلاص إنك في بلدك بيطمني قبل الحرب وبيطمني بعد الحرب وهذا الشعور كان دائما عندي وبتوقع إنه هذا شعور كل سوري لأنه أنا من طفولتي بيجي دائما على مصر بعدين وقت التصوير والأفلام فأنا دائما متطمني هون ودائما دخلوها آمنين فهذا الأحساس فعلا موجود عندي فيما بعد وقت الحرب أثبتت مصر إنه هي حضن للجميع وليس فقط السوريين لهيك السوريين نجحوا فبنرجع إنه نحن السباحتان فخورتان فخورين فيهم جدا 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 الفيلم جميل الفيلم بيحكي قصة حقيقية عن قصة نجاح سورية بيظل الظروف الصعبة الحرب وظلم الآخر واستغلال الآخر يمكن أنا شوي بيختلف في بعض النقاط إنه هو من وجهة نظر أنا كنت بتمنى الفيلم يكون فقط بيحكي عن قصة الكفاح عن قصة النضال عن قصة النجاح لأنه اتطرق بشكل أو بآخر للحالة السياسية مع أنه هن المخرجي أكدت أنه هو الفيلم فقط قصة نجاح أو إنساني يعني فأنا حسيت أنه شوي كان الفيلم بيتطرق بشكل مغلوط أنا من وجهة نظري للواقع السوري الموجود لأنه أنا بداخل سوريا يعني أنا بالحالة كنت بداخل سوريا والموضوع أكبر بكتير من موضوع سياسي الموضوع جدا إنساني وجدا جميل فأنا ما باتفق معهم بس لا شك أنه الفيلم من أجمل الأفلام على صعيد الإخراج وعلى صعيد الإنتاج كان ممكن يتعرض للواقع الحقيقي أكتر هو الفيلم حقيقي والفيلم موضوعه إنساني أكبر من موضوع يتطرق لوجهة نظر سياسية لأنه الموضوع جميل جدا فأنا ما كتير كنت مع هاي النقطة الفنان هنا عايزة أسألك سلاف الفنان في هذه الأزمنة اللي احنا بنعيشها إذا مات كتير سواء بتحصل في عالمنا العربي أو في العالم بشكل عام نعم الفنان هنا ينفعل مع السياسة يقول رأيه ولا يقفل عليه بابه وينتظر من بعيد إلا أصح الفنان هو إنسان الفنان هو بالأخير مواطن بس هو تحت الأضواء كلمته بتلف الدنيا بس كمان واجب وقت بيكون فيه وطن أنه الواحد يطلع يدافع أو الواحد يطلع يقول الحقيقة وخصوصا لما بيكون هو بالداخل صح فأنا بحس أنه لا بالأخير نحنا كمسة فنانين بس نحنا ناس نحنا بشر ده اللي خلاك تلبسي ملابس الجيش السوري وتتصوري وتكوني بتدعمي يعني جيشك الوطني جيشي جيش بلدي جيش البلد هو أخونا وأبونا وابننا هذا الجيشي عارفة إحنا في مصر نقول إيه ما بنبقاش عارفين إحنا الجيش ولا إحنا الشعب طبعا إحنا دخلين في بعض طبعا فإحنا نقول إحنا بلد يعني طلع له جيش ولا جيش طلع له شعب طبعا يعني إحنا دخلين في بعض طبعا أكيد دولة الوطنية اللي عندك يعني أنت حاسة أنا دايما كنت بتبعك وحاسة أن أنت عايزة الناس تتفاعل مع دولتك الوطنية طبعا اللي بتهم الوطن السوري طبعا أكيد وطن سوري وطن بلم الكل وبيجمع الكل وبيجمع المؤيد وبيجمع المعارض والبلد ما بينبنى إلا بكل أبناؤه بس الجيش رمز سيادي طبعا يعني هذا ما في عليه أي اختلاف لهيك أنا مبارح بالفيلم حسيت أنه في شي مسني ومس شرفي لأنه هذا الجيش هو شرفي طبعا فبلحظة فيه كان مشهد مؤلم بالنسبة لي رغم أنه الفيلم من أجمل الأفلام اللي شفتها لهيك فيه خطوط حمراء الجيش جيش البلد اللي هو مني وفيني أراك وكلامك عن السياسة عملك مشاكل مع البعض أكيد طبعا بس أنا برجع دائما بقوله بكرر أنا ما عم بحكي بسياسة أي مواطن بالشارع بيحكي عن بلده هذا حقه أنا بتكلم عن بلدي أنا عم بحكي عن بلدي أنا عم بحكي عن جيشي أنا ما عم بحكي عن أشخاص فيه جيش يعني فيه سيادة فيه علم فهي أشياء ما ممكن الواحد حتى يتناقش فيها أي إذن هنا الإنسانية اللي بتغلب الفنين طبعا أكيد سوليف أنا استغربت جدا أنك درسة للأثار نعم بس ما استغربتش لأنك عملت كليوباترا نعم فهل دراستك للأثار مع دور زي كليوباترا عملت كده مزج حلو طبعا أكيد والأثار كلها فنون فأنا وقت ساويت الدور كنت آرية كنت دارسة بالمنهاج بالجامعة ندرس للأثار المصرية فأكيد أنا وبعدين كان دائما في غيري أنه كل العالم عمل هذا الدور فأنا حبيت حبيت جدا وحبيت كتير شبهوكي بإليزابي ستيلر نفس الوش العيون الشكل ويمكن الناس قالوا بالعكس أنت الأقدر وأنت الأفضل لأن تكون واحدة عربية يعني إن شاء الله تكون هيك بس أنا حسيت أنه أنا بحب هذه الشخصية كتير وحبها لمصر كان يعني مهم جدا وهي أول بطليمية بتتعلم اللغة المصرية القديمة لحتى تكون قريبة من الشعب فأنا حبيت هذه التركيبة جدا جدا حسيت إنها قريبة مني جدا طبعا أنا عايزة بتحبي أكيد عبد الحليم حافظ طبعا مغرم بي عبد الحليم حافظ طبعا ده جزء من موافقتك ومشاركتك أولا إغراء كبير جدا عبد الحليم كقيمة فنية أحمد زكي كممثل عظيم وإنه يعرض عليك هذا الفيلم مثل ما قلتي حضرتك عبد الحليم حافظ يلي كل نساء الوطن العربي بيحلموا فيه يلي الناس وقت مات عبد الحليم صارت الستات تزد حالة مش شبابيك طبعا بسمع هذا الشي بس عبد الحليم حافظ أنا بتذكر كنت صغيرة اكتب أغنية وأحفظها وحس إنه عم بيغنيلي فلما نعرض علي فيلم عبد الحليم حس إنه أنا فعلا الحلم حقيقة ممكن عبد الحليم يغنيلي إلي وقت كنت أعمل المشاهد حس إنه معقول إنه هاي الغنية لا كلميني عن الكواليس كنت بتدخلي تلاقي أصلا أحمد زكي يعني متقمس عظيم طبعا طبعا وعايش وبعدين حكايته شبه العندليب صحيح حتى الوفاة قريبة من بعضهم صحيح فكلميني عن الكواليس دخلت أحمد زكي الكواليس أحمد زكي عن قصة لعبد الحليم محفوظ عبد الرحمن شريف عرفي أسماء مهمة كتير فأنا ضمن مسؤولية كبيرة كتير وحبيبة عبد الحليم المجهولة يعني من أجل حبيبتي من تكون نعم نعم فقصة جميلة الكواليس رائعة جدا كنت كل الوقت شفت أحمد زكي زي أحمد زكي شفت وقت المؤتمر أول مرة مسك بإيدي طبعا أنا لحد هاللحظة وحتى وقت كتبت عنها مسكة الإيد كانت كتير فيها هكذا فيها احتواء باسني من رأسي وقال لي أنا مبسوط بكي قوي عطاني دفع وعطاني مسؤولية وعطاني فرح وحسيت أنه أنا فعلا في شي وقته تغير قدامي التاريخ وتغير حياتي بعدها وبتذكر يوم 23-2012 2005 2005 على ما أعتقد صح كنت لابسة ساعة وأنا عم وقع عقد حليم وقفت الساعة شلت الساعة حسيت أنه أنا هلأ صار في زمن آخر من وقتا أنا ما لبست ساعة أبدا حسيت أه أنت مش لابسة ساعة أبدا لا خالص يعني إذن يعني سلاف بطلت تلبس الساعة عندما توقف الزمن مع فيلم العنبلي حسيت في زمن آخر سلاف أخرى سلاف جديدة وهذا اللي دائما مش سلاف اللي بالساعة لا دائما دائما آه فحسيت في زمن أو في طريق آخر والحمد لله لا شك أن مصر فتحت لي أبوابها فتحت لي قلبها وإنتي بتمثلي وأحمد زاكي قدامك إنه حليم الإحساس كان إيه أحمد زاكي تاريخ أحمد زاكي تاريخ والكواليس الأخرى الصعبة اللي كانت يعني أنه الفيلم صنع بظروف صعبة جدا طبعا لأن أنت كان دورك مع حيسن بس أحمد زاكي صحيح صحيح ومرض يعني كان صعب كنا كل يوم نخاف كل يوم تشوف إنه فيه أوردر أو لا لهيك كل الوقت في خوف صحيح كنت كمان محزوزة بإنك بردو نجم كبير بقدر محمودة عبد العزيز طبعا وليلة البيبي دال أكيد وإنك تبقى موجودة كمان مع نجم كبير زي محمودة عبد العزيز حظي حظي الحمد الأكيد كان فيه يعني كواليس وحكايات كتيرة جدا يعني خلينا كده نروح فاصل وخليني أسأل سلاف أسئلة مهمة مهمة جدا أعرف يعني طيب بعد أسمهان هل يعني تجربة الأعمال السيرة الزاتية ممكن تعملها تاني سلاف ولا توقفت مع تجربة أسمهان أفلام كتير ما بين الرومانسي والتاريخي هي دي سلافة وخلدي من اللذقية إلى مصر في التاسعة عدوا إلينا بعد فاصل قصير سلاف فواخر دي النجمة السورية الجميلة ساعة ما بحبش أقول السورية المصرية لأنه بحس أنه النجمة في العالم العربي خلاص هو بسبرها الفني هو الأقوى صح طبعا صح هنا في أسمهان أسمهان مسلسل مش سهل لأنه أسمهان كمان عندها غموض في حياتها شخصيتها وما كان يعني عشان توصلي الفن مع الغموض مع الحياة كان صعب خفتي من الدور ده لما جالك؟ دائما بخاف أنا من النوع القلق جدا معنىك مغامرة مغامرة جدا وبخاف لأنه لازم يكون في خوف لازم يكون في قلق لازم يكون في بحث دائما بس هو القلق يعني الصحي مؤنظه القلق الغلاط يعني بحب المغامرة ما بخاف من من عدم النجاح لأنه يعني عدم المغامرة معناته أنا وقفت محلي لأنا بحب غامر بحب جرب ممكن إنجاح ممكن لا بس المهم أنه حالة الفن اللي جواتي دائما في حالة إشباع أو طموح نحو الأشباع أمام دور لأسماهان هي حالة جميلة وهي شخصية كمان متغيرة وعندها جواها حاجات كتير بتتغير مع وجود بقى حالها وحال الناس المقربين ودخول السياسة المسلسل مش سهلة لكن كمان عند أسماهان أنت مش بس بتمثلي أنت بتمثلي مطربة يعني صوت يعني صوت حلو فإزاي برضو وفيه صوت حيغني الأغاني دي إزاي حصل الامتزاج وإنت عيشتي إزاي فيه كنت بتحضري كل تجارب الأداء والصوت وتحفظي حبيت أسماهان وبحب كل شخصية بساوية حبيتها فهمتها عشتها وأنا أصلا بحب الغناء ومتذوقة للغناء العربي وبنغني بغني على الأد في حالة أداء أسماهان أكيد في حاجة طبعا درست صولفاج درست موسيقى اتعلمت تابعت كل البرامج الموسيقية درست أسماهان إيه الحاجة اللي دندنتيها أنت مع نفسك من غير الصوت اللي كان بيغني يعني كل أغاني أسماهان تقريبا حافظتها بس أكتر غنية أمتى حتعرف أمتى كما تسمعين مقطع حرام عليك خلي الناس فكرة أسماهان دلوقتي ولحد هلأ عم بتعلم صولفاج وعم بتعلم مهمة للممثل طبعا أكيد بعد السيرة الذاتية مش سهلة طبعا في تحدي كبير هل ممكن تجربيها تاني هل ممكن تدخلي لتجربة تانية أكيد زي مين بحب السيرة الذاتية بحب التحدي بحب الاقترام بالشخصية في شخصيات كثير سواء تاريخية من التاريخ البعيد أو من التاريخ القريب يعني في شخصيات كثير حتى بتذكر وقتها أعلنت وقت وأتخلصت أسماهان أني حابة أعمل بديعة مصابني بس بطريقة مختلفة للأسف بأن يعني نشغل بأشياء تانية وإنتاجيا كان الموضوع صعب يعني حتى كمان كان فيه أخبار عن روز اليوسف عن مي زيادة عن في كتير شخصيات تاريخية يعني وجميلة وبحب السيرة الذاتية سويت اعتماد الروميكية بملوك الطواقف سويت شارع تزاد بحب بحب هذا الشي أه بتديكي يعني حالة خلق بتبحري جوه الشخصية تماما ايه أكتر ايه أكتر إشادة قتلك في المسلسل وإيه أكتر نقد دائعك في أسماهان في أسماهان دي عايزة زكرة والله الحمد لله كانت الأصداق كانت رائعة جدا يعني أكتر شي وقت بسمع الناس عم بيقولوا أنه نحن صرنا نشوف أسماهان أنت حسيت بحالة التماهي بحالة أنه أنا قدرت توصل للناس يمكن لأني أنا حبيتها كإنسان وكنت أنا وكل المجموعة في تأكيد أنه نقدم صحيح فنانة مشهورة وعظيمة جدا بس بالآخر إنسان من لحم ودم ليست مثال شمع وإنما حقيقية بأخطاء بإيجابيات بسلبيات يمكن هاي هي النقطة وكتير نساء حسيت أنه تأثروا فيها لأنه حسوا بحالة أنه مثل العصفور يلي طلع من القفص حالة التحرر حالة أنه كل إنسان في جواته فينا شغف معين لازم يروح باتجاهه هرجع تاني وأقول دراستك للأثار أن الأثار دراسة متعمقة في التاريخ ودراستك أعتقد كمان أعرفت أن أنت درسة حاجة للنحط الضوئي في دون كشكلية صحيح وأخدتي جوائز كتيرة جدا جوائزك كلها ما بين مصر سوريا عمان كويت السودان الولايات المتحدة يعني سفيرة بشكل عام بشكل عام الحمد لله أكيد بتعملي أطمئنان بتعملي فرح مثل نوع من الشكر أنه فيه ناس مقدرينك وناس عم تشوف تعبك بس بتعملي مسئولية أكبر وخوف أكبر أنه أنا لازم حافظ لأنه من السهل جدا أنه الواحد يعمل نجاح يعمل شهرة بس من الصعب جدا تعملي اسم تعملي بصمة يمكن لهيك أنا مقلة طبعا لهيك كتير كتير جائزة فرقت معاك عملتلك انتقال أحيانا الجوائز بتخلينا ندروح مرحلة تانية والله الجوائز كلها لما بتحسي أنه أنت عم تتكرمي ببلدك شعور جميل جدا وقت بتحسي عم تتكرمي خارج بلدك كمان فيه تأدير آخر لما بتشوفي المحبة بعيون الناس أكبر جائزة بالعالم طبعا فالحمد لله كل الوقت فيه حالة فرح وفيه حالة مسئولية عم تكبر يوم بعد يوم عايزة أرجع لمحمود عبد العزيز لأن احنا شفنا البداية وهي بتتفرج معايا قالتلي ده كان في الدور العاشر دور العاشر في التلفزيون مسبيرو الزكريات دي أولا أنك تلتقي بالنجم محمود عبد العزيز يعني نجم كبير تاريخ كبير طبعا إحساسك كان عامل إزاي يعني محمود عبد العزيز مدرسة تمثيل الله يرحمه يعني يرحمهم كلهم يعني أستاذ محمود أستاذ أحمد زكي قامي ومدرسة وكل لحظة عم بتعلم منا وأنا بحب أتعلم أول مشهد كان اللقاء بينكم ازاي كان يعني كان في معرفة شخصية قبل دخلت بيتهم ففي علاقة شخصية جميلة جدا جدا وكان في حضن جدا كبير كتير منهم يعني أول مشهد طبعا خايفة محمود عبد العزيز طبعا ونور الشريف أستاذ كبير طبعا الأستاذ محمود حميدة الله يطول بعمره أسماء مهمة فيلم أنا بعتبره كمان مهم جدا بمسيرتي الفنية كل لحظة أنت عم تشوفي مع الأساتزة عم تتعلمي منهم لهيك الفيلم بالنسبة إلي كان رائع جدا اشتركنا بمهرجان كان بفيلم حليم وبليلة البابي دول كمان اشتركنا بمهرجان كان لهيك كل لحظة معهم كانت درسه متعة وكواليس وعم بتعلم وفرح إلا فتاة أحيانا يبقى فيه تفاصيل صغيرة كده تشوفيها عن فنان وتعجبك إلا عجبك إلا لفتة اللي عجبتك عند الفنان محمود عبد العزيز فيه كتير بس ممكن أنا مثلا شخصيتي الخارجية بتوحي بكتير هدوء بكتير خجل وقت كون أنا عممثل قدامي الكاميرا بتحول فدائما كان يتفاجأ فيني يعني أول لحظة إنه سلاف لازم تفكي سلاف لازم كذا لازم كذا لما بيقولوا أكشن أنا بتحول بتحسينك دخلت للشخصيات على طول على طول فكان خايف مني شوية في الأول يعني بأنه سلاف لأ يلا فكي شوية بس بعدين لأ إيه ده فجئتيني فأخذنا على بعض عملنا مشاهدة حلوة تعلمت منه كتير اللحجة المصرية أخبارها إيه عندك؟ بحبها في حد عربي ما بيحبش اللهجة المصرية ما فيش لا يعني يعني بتروح لها بسهولة في التمثيل كمان أعتقد يعني كلنا نحنا كسوريين كعرب ربينا وعشنا على الدراما المصرية على الأفلام المصرية فاللهجة المصرية محببة فينا نقول لهجة بتضم الوطن العربي لهيك بحبها كتير وبحس إنه هي اللهجة مو قصة أحرف اللهجة هي روح فأنا هاي الروح بحبها الروح المصرية بحبها ولما كنت طفلة كنت دائما أتخيل حالي بمصر أتخيل حالي على المسارح عم بتكرم مصر إلى شي بداخلي دائما بحس هواي مصري يعني فاللهجة بالنسبة إلي روح محببة وبستمتع فيها خلاص وعرفاها بقى من الأفلام عرفاها وبحبها وبتاخدني لعندها نفتقد فناننا العظام حبود عبد العزيز وجماله في مطعم العاشر في التلفزيون المصري الله يرحم بس عظيم تكلمي مصري رائع يعني الحمد لله بحبها بتصدقي دائما أن الممثل عنده عفريط بيدخل في التمثيل؟ أه طبعا لأنه وأنا بشوفك كده شخصية سلاف الإنسانة غير اللي أنا بشوفها لازم يكون هيك لأنه الشخصية شيء والشخصية اللي عم تتقدم شيء آخر بإسم آخر بتاريخ آخر بمفردات أخرى المشي الكلام الصوت كل شيء مختلف بتروح للناس تاني خلاص وليلي مسلسل معين أو فيلم عملتي كان شبهك أنت سلاف اللي قدامي كل شخصية في شي مني لازم يكون فيه نقاط تقاطع لازم حتى وقت أنا بعمل شخصية بعيدة عني وبتكون فيها كمان تحدي آخر بحس أنه بآخر التصوير صارت جزء صارت إشبهها حتى لو كانت بعيدة تماما عني يعني لأنه أنا ما بحس أنه أنا عم بتعامل مع أي شخصية بطريقة المحاكمة أبدا كل شخصية أنا بفهمها بحبها بفهمها بالمنطقة اللي هي بتفكر فيه مو اللي سلاف بتفكر فيه لهيك بروح لآخر شي بروحي يعني عندي سؤال حاخد الإجابة منك بعد فاصل السؤال بترتبي وجودك إزاي في سوريا طبقا لترتيب الفنانات في سوريا ولا بترتبي وجودك طبقا للفنانات في العالم العربي فاصل ونطواصل دفئ الحوار مع فنانة مصقفة بقيمة سلافة وخارجي ممتع في التسعة شكرا لسؤال السؤال اللي سألته لك بتشوفي ترتيبك إزاي يعني بتتحطي بتحطي نفسك مع الفنانات طبعا سوريا مليانة عزام ولا مع الفنانات العربيات ولا مع المصريات بتشوفي نفسك فين يمكن الناس أو الوسط ممكن يعني يصنفني أكتر مني أنا أكيد بفتخر أني أنا واحدة من نجمات سوريات مهمات جدا وأكيد كمان بفتخر دائما وقت بيقولوا أنه سلاف بالنسبة بالترتيب الفنانات العربيات كمان الحمد لله وصلت لمكان جيد جدا بفتخر بيكوني هون وبيكوني هون بالأخير يعني العمل الجيد هو اللي بيقدمني بطريقة جيدة بعيدا عن التصنيف أو عن الأرقام يعني المهم محبة الناس والمهم أقدر أعمل شي أنا شي جديد دي إجابة أنا أتوقعها منك بس أنا عندي سؤال وقرأت عنه وأنا عايزة توضيحك لي السؤال كان الحقيقة تصريح لك في برنامج شو القصة كان مع ربعة زياتي قلت فيه إنك لو كنت ركزتي في شغلك كنت أعادت نجمات الدراما المصرية في البيت هو هذا التصريح مو ببرنامج شو القصة ببرنامج مصري وطلع وقت حتى المزيع حكى لأنه زعل علي من كتر الهجوم أنه الناس فهمت غلط لأنه السؤال كان محزوف هو السؤال أبدا ما له علاقة من الممثلات المصريات لا من قريب ولا من بعيد والمزيع حيون يرزق بيطلع بيحكي لأنه نظلمت كتير يعني السؤال ده ظلمك فعلا السؤال الظلمني والسؤال ما طلع يعني طلع الإجابة وفيما بعد صار الاجتهاد سلاف أصده هيك سلاف أصده هيك أنا ما نسألت عن ممثلات المصريات أبدا السؤال كان بكل اختصار بعد أسمهان أنت رحتي سافرتي وإشهوا نجمات أخريات من الوطن العربي حطوا سلاف على الرف فأنت شو بتقولي المصريات ما لن علاقة لا من قريب ولا من بعيد وطلعت من سنتين ببرنامج مصري واعتذرت إذا أنا فهمت غلط وطلع حتى الموزيح حرام اعتذر قال له صلاف والله ولا غلطة بالحق حالا شفتي قد إيه دلوقتي إحنا القيل والقال في السوشيال ميديا كتير دائما أسهل ما يمكن طب عايزة أقولك حاجة الناس توقفت عن خطاب منتهى الرقة والعزوبة في الانفصال نعم من زوجك نعم وائل صح صح يعني الناس حتى انتقدت هذا الخطاب رغم أنه رقيق وعظيم ومحترم شفتي الانتقادات دي زي الناس يعني ممكن يناس يكون عندها فضة ما يكون عندها شغل الانتقاد شيء عادي بس ما يكون جارح للأسف السوشيال ميديا أتاح لكتير ناس ما نأهل أنه تعبر عن رأيه بطريقة ما نأهل أنت حاولت تقدمي خطاب محترم لعشرة عمر حلوة طبعا لأولاد ما بينكم أكي وقلت أنا ما استهلكش قلت الكلام ده صح تقريبا طيب يعني ليه حطيت الخطاب في العلن حبيتي تدي له إيمة حبيتي ترفعي عنك من كتر الكلام حتى توقفي في الكلام عن الحياة الخاص مو أنا اللي بعطي إيمة هو قيمته موجودة قيمته بقلبي قيمته بحياتي قيمته بأولادي فالقيمة موجودة أصلا فيه فمو أنا اللي بعطي قيمة أبدا يمكن حسيت أنه أنا فيه إله عندي كتير وإله فضله علي كتير والغالي بيبقى غالي ونحنا ما زلنا مع بعض والعائلة مستمرة بس حسيت أنه نحنا في حالة انفصال إله علاقة بالشي إله علاقة بالعمل بالأفكار بي 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 فأنا حسيت أنه هذا واجب وأنا يمكن بعبر عن طريق الكتابة بطريقة مختلفة حبيتي تقولي له يعني بطريقة محترمة وانفصال بطريقة وتقدريه تقدريه بشكل كبير لأنه هو يعني يستحق هذا الشي فعلا أنت عارفة الناس هترد عليك وتقولكي طب لما أنت كويسة وحلوة معي وده اللي حصل ما كملتوش ليه يعني دي دايما أسئلت الناس لأنه دائما بيكون الانفصال بيكون لمشاكل كبيرة بس يمكن الناس أوقات تشوف أنه اختلاف الأفكار أو اختلاف الآراء أو 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 شيء عادي بس هو لا شيء شيء مهم جدا وكل بيت في إله أسرار وفي إله حياته في إله مشاعر خلف الأبواب المغلقة هناك حكايات أكيد طبعا حكاية ولادك تقبلوها إزاي بالأول أكيد صعب بس متفاهمين نحن كلياتنا وما أخذنا القرار إلا بعد ما قعدنا وحكينا وأحلى شيء أنه العائلة ما زالت بقوام جيد جدا وما زلنا سوا وما زلنا كل تفاصيل الأولاد مع بعض وبيفكرني بإيه ما عرفش لو تبعتي هذا الفيلم للمبدعة نعم محمد علي مرفة أمين وحسن فهم أسفة أرفض الطلاق نعم اللي هي كانت بتحارب عشان حياتها وشايفة أن هي مش عايزة تسيب جزء أنت ممكن توافقي على هذه النوعية من العلاقات اللي فيها احترام لا أنا أنا متمثكة بالحياة بلاش نتطلق بلاش نعمل هي شبه الخطاب اللي أنت عملتيه ولكن بطريقة أخرى هي القصة مو قصة أوراق رسمية هي قصة حالة روحية فيه ناس بتفهمها فيه ناس لا بس فيه مشاعر امتنان قد تكون أكبر من الحب فأنا بالنسبة لي احترامه أكبر وامتناني إله أكبر بكتير وفيه شي أكتر من أنه يكون هيك سطحي وبلحظة حسيني أنه نحن ما بدنا نكذب نحن واضحين كتير فيه ناس عايشين مع بعضهم بحالة كذب فنكون صادقين ونكون واضحين هو أفضل بكتير عم نكسب حالنا يمكن ناس تفهم يمكن ناس لا بس نحن ما همنا إرضاء الآخر همنا أنه نحن أولادنا يكونوا مرتاحين ونحن كمان مرتاحين مع بعض مين الفنانات المصريات اللي بيعجبوك؟ كتير كانت تحبي تعملي معهم حاجة كتير فنانات كتير وأسماء كبيرة صعب يعني صعب تختصري فنانات وفنانين مصر بكم اسم لأنه ما شاء الله مصر ولادة وأسماء عظيمة جدا هل ممكن نشوفي قريبا على شاشة رمضان أو في أعمال مصرية؟ إن شاء الله قريبا في عدة نصوص مصرية عم بقراها وبتوقع أنه الفترة القادمة رح يكون لمصر النصيب الأكبر والاستقرار الأكبر هل الأمور هدت عنك في مسألة كلامك عن الشأن الوطني السوري وحوالها حد قل تم اغتيالها تم اختطفها انتهت هذه القصص ولا ما زالت في جعبة آخرين؟ ما عندي فكرة عن الآخرين الآخرين مشغولين فينا ونحن مشغولين بالشغل فنحن نشتغل ونركز بشغلنا أنا ما أفكر بهالأشياء يعني صارت بفترة معينة بس لأت تركيزي على الشغل على العيلة وأنا هلأ كمان عم كمل دراسات عليا بالآثار فكمان هذا الموضوع شاغلني أكيد أنت مكملة في الآثار نعم هلأ عم بعمل المصر بالنسبالك ممكن يبقى كويس ياريت طبعا أكيد زورتي أماكن أسرية في مصر؟ أكيد طبعا زي إيه أكتر الأماكن اللي بتحب بيها؟ رحت أماكن كتير ورحت الأقصر وأسوان ورحت كتير مصر مصر يعني التاريخ يعني الحضارة يعني الآثار يعني المعجزات والسحر مين الممثل المصري اللي ممكن في المرحلة دي تعملي معايا عمل ديو لو حطتلك مجموعة من الممثلين والله في كتير كريمة عبدالعزيز أحمد عز أمير قرارة كلهم عظيمين كلهم عظيمين وعم بيقدموا نجاحات كبيرة كتير مين تشوفي نفسك نقدر نعمل حاجات كويسة مع بعض؟ في كتير بس هو حسب النص حسب السيناريو ما فيني يقول شخص لأنه السيناريو هو اللي بيفرض الأسماء وطبعا أسماء تلها عظيمة وناجحة وجميلة جدا والتي لي في البداية بتحبي نعيمة عكف طبعا وانتي بنت اللازقية اللي هي كلها فن وغنو لو تعرض عليك عمل استعراضي تحبي تعمليه؟ أتيت طبعا وصوتك المراد بصوتي هلأ أنا عم بتعلم الغناء يعني هلأ أنا سجلت مع حمزة وعلي أولادي سجلت معهم بمعهد موسيقى وعم بتعلم حاليا البيانو وعم بتعلم السولفيج والغناء خلص أنا حسيب الأوراق عم بتعلم على لا 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 وحنختم في طاولة دراسة حنختم أنا وانتي حاجة حلوة حالة كده نختم بيها تفضلي وأنا حب أكرال معاك لا أنا اللي حب أكرال معاك صوتي ضايع أصلا من برد وأنا كمان تحبي تقولي إيه؟ ما فيش حاجة تحبي تقولي إيه؟ تدندنيها حاجة سوري حاجة من تراث خلينا نسلم على أهليني في سوريا في أغنية غنتها ممكن كتير قبل هي من تراث اللاذقية بس دائما بيقولوا أنه هي أصلا مصري أو يمكن البحر المتوسط لأنه في كلمات مشتركة بين اللاذقية والإسكندرية بس ما بعرف هلأ يرى نروح اللاذقية مع تراث أنا وردت نفسي خالص ولا نغني أسمهان ولا زي ما أنت عايزة مش عارفة لخبطيني زي ما أنت عايزة أنا حشكرك على بال ما تفكري شكرا ها حشكرك النجمة الجميلة اللي أخصتنا بحوار من القلب يعني في وجودها في مهرجان القاهرة السينمائي وأخصتنا ونتمنى لها كل التوفيق سلفة وخارجي اللي كانت في ضيافة التاسعة وأنا هسيبها نختم معيك أسمهان حاجة المصر زي ما أنت عايزة طيب أنا كمان حابة تشكرك كمان قبل ما نختم بالغنية سعيدة إني بماس بيرو إني بمصر العظيمة إني بمهرجان القاهرة سعيدة مع كل الفريق ودائما الكلمة اللي بقولها وبكررة وبعيدة من قلبي عمار يا مصر دائما 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 مش عارفة بس أغني موضوع الأغنية ده عملي أزم لا خلينا نقول حاجة دندنك ده يعني طب في أغنية مصرية بتاعت تلات سلامات محمد أنديل طبعا أنا حقول معيك أنا حقول معيك لأنني مش حفزة قوية قولي تلات سلامات يا وقت طب خلق أحشي تلات أيام بإيدي سلام وعيني سلام بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام كفاية نورتينا سلافة وخلجي نورتينا وأهلا بك دائما في مصر ومنتظرينك في عمل إن شاء الله تنوري بإيدي إن شاء الله أتشرف يا إزمي إن شاء الله شكرا